مرحباً بك في سلسلة English Conversations التي تساعدك على تعلم محالثة باللغة الإنجليزية درسنا اليوم قبل أن أقول ذلك اشترك معنا في القناة ليصلك جميع دروسي وباقي فيديوهات هذه السلسلة سنذهب معاً ليتصوق اليوم لأننا سنتحدث عن Shopping for clothes لاحظ كيف ننطقت هذه الجملة في اللغة الإنجليزية لا تقول shopping لننطق G في هذه الكلمة shopping for clothes التثوق من أجل شراء الملابس كلمة clothes لديها بريقة للنطق قد تنطقها كclothes ولكن هي صعبة بعض الشيء لذلك American people يقولون clothes ببساطة shopping for clothes Let's get started Conversation number one Hello Can I help you? Hello Can I help you? مرحباً هل أستطيع مساعدتك؟ لدينا Can I لماذا نقول I can؟ ببساطة لأننا we're asking a question نسأل سؤال ولذلك لا نقول I can بل نقول Can I I can تعني أستطيع أقدر Can I تعني هل أستطيع أو هل أقدر هل أستطيع مساعدتك؟ Hi Yes please I'd like to try this on Hi Yes please I'd like to try this on أهلاً نعم من فضلك أريد أن أقيس أو أن أجرب هذا بطبيعة الحال هنا الزبون استعمل this وهو اسم الإشارة للقريب المفرد باللغة الإنجليزية فمثلاً سأقول Yes please I'd like to try this on وليكون ذلك الشيء ذلك اللباس بقربي بقربي أوكي I'd like لماذا لم أقول I would like؟ لأن الجملة في الأصل هي I would like to try this on كما قلت لك contractions short forms نستعملها كثيراً في spoken English أوكي فنقول I'd like ولاحظ ما I would like to I'd like to أسرع وأسهل Of course The changing rooms are over there Of course The changing rooms are over there بالطبع غرفة تغيير ملابس هناك استعملت هنا The changing rooms The changing rooms يعني يكون لدينا في المتجر مكان لنقيس الملابس ونرى ما إذا كانت يعني في الحجم المناسب فقالت Over there Over there استعملتها فقط لتقول هناك وبطبيعة الحال تشير إلى ذلك الشيء Oh It doesn't fit Do you have this in medium؟ Oh It doesn't fit Do you have this in medium؟ It doesn't fit هي جملة نستعملها حينما نريد أن نقول لشخص ما أو في متجر ما أن اللباس ليس بالمقاس الصحيح أوكي؟ مثلا في هذا السيناريو اللباس أصغر فأسأل الشخص في المتجر أقول له هل لديك المقاس المتوسط؟ Do you have this in medium؟ أريد نفس الجينز أو أريد نفس القميس لكن في الحجم المتوسط إذا لاحظنا سنجده It doesn't fit وفي الأصل هذه الجملة كانت It doesn't fit لنعبر عن النفي نقول It doesn't fit يعني المقاس ليس مقاس صحيح أوكي هو مقاس أصغر يعني ليس مقاسي Do you have this in medium؟ Okay Do you have this in medium؟ لا أريد قميسا آخر Do you have this in medium؟ Let me check for you Let me check for you Here it is Here it is Let me check for you أصبحت Let me check for you يعني Let me أصبحت Let me بهذه الطريقة نقول دعيني أرى ما إذا كان لدينا هذا اللباس أو هذا القميس مثلا أين؟ في المتجر Here it is Here it is نقولها بعدما بحثنا عن ذلك الشيء ووجدناه في ال medium في المقاس المتوسط والآن نريد أن نقول ها هو أوكي أو تفضل Here it is Thank you but it's long. Do you have anything shorter؟ Thank you but it's long. Do you have anything shorter؟ شكرا لكن هذا اللباس طويل جدا هل لديك أي شيء anything أقصر منه؟ Okay. Do you have anything shorter؟ Short هي قصير Shorter هي أقصر Yes. I have one but it's in a different color Yes. I have one but it's in a different color نعم لدي واحد أقصر لكن هو في لون مختلف Okay. But it's in a different color لا ننسى أن كلمة color والتي تعني لون من الممكن أن نكتبها C-O-L-O-U-R أو C-O-L-O-R الاثنين يعني صحيح أنت تريد الاختيار إذا كنت تفضل O-U-R أو O-R No problem. I like red. How much is it؟ No problem. I like red. How much is it؟ ليس هناك مشكلة Problem. No problem. I like red. أحب اللون الأحمر How much is it؟ Now remember this one لأنها مهمة جدا بكم أو ما هو ثمن هذا الشيء How much is it؟ لا تقول how much it is. No. How much is it؟ It's fifty dollars. It's fifty dollars. ثمن هو خمسون دولار. Fifty dollars. It's expensive. Do you have anything cheaper؟ It's expensive. Do you have anything cheaper؟ غالي جدا ثمنه. هل لديك أي شيء أرخص؟ expensive هو غالي، رخيص، cheap. لكن حينما أقول cheaper فأنا هنا أقصد أرخص وبطبيعة الحال أرخص من هذا الخيار نعم، لديك شيء أرخص، هذا يشبه، يعني مثله، لكنه يكلف فقط خمسة وعشرون دولار It costs. تذكر أن مع it، الفعل يأخذ اس في الآخر، أوكي؟ because هو يكلف، كم يكلف، أو ثمن هو يبلغ كذا وكذا Much better. I'll take it. Much better. I'll take it. أحسن بكثير، سوف أخذه. وهل تتذكر في الفيديو السابق قلنا I'll Yeah, I will. Okay. I'll take it. سوف أخذ هذا. Are you looking for anything in particular? هل تبحث عن شيء محدد؟ نسأل ما إذا كنا نبحث مثلا عن شيء محدد ولكن لا نعرف فيقترح علينا المساعدة Yes, please. I'm looking for a T-shirt. Yes, please. I'm looking for a T-shirt. نعم من فضلك، أنا أبحث عن قميص. نعم من فضلك، أنا أبحث عن قميص أو عن T-shirt. What color do you prefer؟ لاحظ معي أن what color أصبحت what color كأننا لا ننتقل T. What color do you prefer؟ أي لون تفضل؟ أي لون تفضل؟ I like yellow. I like yellow. أحب اللون الأصبر. And what size do you need؟ وما هو الحجم الذي تحسج؟ Size. حجم. Size. I'm not sure. Maybe a medium. I'm not sure. Maybe a medium. أنا لست متأكد. ربما الحجم المتوسط. Okay. Here it is. Okay. Here it is. Okay. Here it is. Okay. ها هو. Where is the fitting room؟ Where is the fitting room؟ Or the fitting room؟ يعني أين هي غرفة تغيير الملابس؟ وإذا قلنا في المثل السابق changing room. هذا السينانيم. يعني هذا مرادف تستعمل. Fitting room أو changing room تقصد نفس الشيء. Okay. فقط من أجل التغيير. It's behind you. It's behind you. It is or it's behind you. ورائك. غرفة تغيير الملابس ورائك. Thank you. شكرا. Thank you. I'll take this one please. I'll take this one please. I will or I'll take this one please. سوف أخذوا هذا التشيرت من فضلك. There is a discount of 10% on it. There is a discount of 10% on it. هناك تخفيض بنسبة 10% على هذا التشيرت. There is or there's a discount. تذكر هذه الكلمة أكتبها وتذكرها. There is a discount. Great. Where can I pay? Great. Where can I pay? أين يمكنني أطعف من هذا؟ أين يمكنني الدفع؟ Over there. By the door. Over there. By the door. هناك. بجانب الباب. Thank you so much. Thank you so much. شكرا. كيف كان درس اليوم؟ وما هي مجموع العبارات الجديدة التي تعلمتها؟ أتمنى أن تجيبوا على أسئلتي. سنقرأوا تعليقاتكم. شكرا على مشاهدة هذا الفيديو. نلتقي في درس جديد إن شاء الله. مع السلامة.